السلام عليكم يا أعزائي مررنا من قبل على ضمائر الغائب من منكم يذكرنا بها؟ نعم يا أستاذ الضمير هو نستعمله للحديث عن المذكر الغائب والضمير هي نستعمله للحديث عن مؤنث الغائب نعم أحسنتم وقد يتصل الضمير هو بالاسم المفرد فنقول هو طبيب هو مهندس ويتصل كذلك ضمير المؤنث هي بالاسم المفرد مثال هي طبيبة هي مهندسة ولاحظوا معي التاء المربوطة التي تأتي في آخر الاسم المؤنث فقط تعرفنا في هذا الدرس على اتصال الضمير الغائب للمذكر هو والضمير الغائب للمؤنث هي بالاسم المفرد أستاذ ماذا عن اتصال الضمائر بالأفعال؟ هل تتصل بها؟ هذا ما سنعرفه في الدرس القادم إن شاء الله